الستم وآدم كانت بتسأل إنه الوالد يعني إنه كان لأمها حق فيه عند والدها وبعدين كتب لها الحاجة دي بيخلص لها الحق الذي لها وبعدين بتقول هما فيه فدنين هي عايزة تكتبهم فيه لابنها فهي بتقول هل ده يجوز ولا ما يجوز إحنا دايما بننبه وبنذكر بأنه هناك فرق ما بين التاركة وما بين ما يهبه الإنسان من العطية أو الهدية أثناء حياته وقلنا قبل كده التاركة هي ما يتركه المتوفى وبيتساب التاركة لأصحاب الورثة بتقصب بحسب الأنصبة الشرعية وهنا بيسمى ميراس أو تارك أما الحاجة اللي عايزة ديها الإنسان لآخر أثناء حياته دي مش تاركة دي اسمها هبة عطية هدية لذا يجوز ما لم يجوز هذا الإعطاء من الأم ما لم يكن هذا الأمر بقصد أن الأم عايزة تحرم أحد الورثة ودي مسألة في قلبها هي والنقطة التانية اللي عايزين ننبه إليها وهو إن التسوية مستحبة وأيضا ما عليه الفتوى هذا الأمر إن التسوية مستحبة بين الأولاد حين وهبهم لما يجي أديهم عطايا أو هدايا على حياة عين الإنسان وإنه ده بيسمى هذا من العطاء أو من الهدية وليس من الميراس والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء على الرجال يعني أنا لو عايز أدي حد بالزيادة شوية أثناء حياتي يبقى كنت أدي النساء أكثر من الرجال النقطة التانية اللي حريب تسألي عليها إن حضرتك يعني عصبية جدا فبتقولي إيه اللي أنا ممكن أعمله وإن ابني ما بيسمعش الكلام لو أنا عنيفة بالصورة اللي حضرتك بتقولي عليها شيء طبيعي إنه مش هيسمعك هو خايف منك فأكتر حاجة بيقولها إيه لا مش هيسمعك الكلام فده الغالب حسب بقى الطباع فيه بيبقى منكسر شوية طائع ما بيناقش فيه لشخصيته بيناقش ولأ أنا أعمل وما عملش فالأربعة أكيد مش هيكونوا زي بعض حتى لو كانوا دول توأمين 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 فلازم أغير طريقتي محتاجة أقرف ده أقرأ أو أرجع يعني أهل اختصاص في المجال النفسي إزاي أتعامل وأنا عصبية كده مع المسؤوليات الكتيرة اللي بين إيدي وإن أنا أعرف أوجه بطريقة أسمع فيها ده علم ده علم كبير وأخطر ما في العلم ده أنه النبي عيسى والسلام إدانا مفتاح مهم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه يعني إلا عابه فأنا لما ما كنش رفيقة في التوجيه والنصح مش هيسمعني وإن سمعني واحد خايف هيجي التاني شخصيته قوية شوية يرد عليه وبقى مش عايز يسمع الكلام فالمفترض أنه أنا اللي أغير الطريقة بتاعتي كمان من النصائح النبوية المهمة إنه الإنسان إذا غضب لو كان قاعد الإنسان يؤف ولو كان هو جالس يعني يتكئ يعني يغير لبفهمه من الحديث النبوي الشريف في هذا الأمر إنه الإنسان يغير الهيئة بتاعته عشان يشوش على نفسه الغضب والعصبية الشديدة اللي هو بيكون فيها وبعدين النبي عيسى والسلام لما كان يشوف أمنا سيدة عائشة غضبة كان هي بتحكي بتروي بتقول كان يأخذ بطرف المفصلة من أنفي يداعبها النبي عيسى والسلام كده وعشان يخفف من غضبها ويقولها يا عويش ويدلعها النبي عيسى والسلام قولي اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظة قلبي وأجرني من الشيطان فندعو أيضا بهذا الدعاء يستعيد الإنسان بالله من الشيطان الرجيم ما يقعدش في دائرة محيط الحدث أغير أروح كمان أتوضى لأنه أولا أنا بستعز بالله من الشيطان الرجيم واللي بيزود فورة الغضب الشيطان والشيطان كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وكما هو معلوم من الوحي الشريف أنه مخلوق من النار فأنا ما بروح أتوضى أطفئ هذه نار فبهت أروح برضو أن أنا أتوضى وأغير الهيئة بتاعتي وأستعز بالله من الشيطان الرجيم وأن أنا كمان أدعو الله سبحانه وتعالى أنه يسكن زي ما نبي عليه الصلاة والسلام أعلم موجهه من السيدة عائشة وأدرب نفسي ده دور إرادة الإنسان أنا مش عايزة أغلط أنا مش عايزة أتعصب وعلي مسؤوليات كتير مش عايزة ضيع حسنات العمل الصالح اللي أنا بعمله لأنه الإنسان مع الغضب بيغلط وبيغلط كتير جدا فيدرب نفسه على الصمت قدر الطاقة ففي الصمت حسن السمت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بإحسن الأخلاق اللهم أمين ترجمة نانسي قنقر